جدا وحقيقة يعني هذا الفيديو كنا ننتظره من زمان وانا حي يعني معالي وزيرة الشؤون استاذ مريم العقيل على هذا الكلام الجميل اللي قلته وكان المفروض هذا يطبق من قبل الله مريم العقيل تستلم وزارة الشؤون وهذا كلامنا حق الاخوان في القوة العاملة قبل مريم العقيل ليش ما صار تطبيق هذا من قبل سنوات موليوم ترى مزارة شؤون موليوم مريم العقيل الوزيرة حاليا استلمت ولكن انا قلنا نتكلم قبل وين كنتو اعطنا الفيديو الاختبارات الان مختلفة تماما الاختبارات موجودة حق مهنة المهندسين موجودة من خلال جمعية المهندسين واكثر من خمسة الاف مهندس لما اعلننا عن هذه الاختبارات رفضوا التقدم لها وقادروا دولة الكويت اكو الان تعاون ايضا مع جامعة الكويت انه ايضا يتم اختبار حتى القانونيين انا اتكلم طبعا عن العاملين في القطاع الخاص لمهم من قير الكويتيين ايضا هناك توجه بتنسيق مع وزارة الصحة للمهنة الطبية والتمريض كذلك اكو ايضا تنسيق في شين مهنة المعلم وجاري يعني امانة حتى اللحظة عدد كبير من المعلمين اللي يعني يشتقلون في التعليم الخاص بالذات للمعاقين قاعد يتم اختبارهم هذا يعني تم بعد ما انفصل قطاع العمل والله يا استاذة مريم العقيل انا حيش على هذا القرار وهذا القرار كان المفروض يكون من سنين من ايام الوزارات السابقة اللي كانت موجودة من زمان من ايام الفين وخمسة و الفين و اربعة عشر الفين وخمس صارت مشكلة الشهادات المزورة ورجعت الفين واربعة عشر مرة ثانية ورجعت مرة ثالثة في الفين وثمانة عشر فاحنا كنا نتكلم على هذا الموضوع انه كان المفروض يكون من زمان ولكن ان نأتي خيرا من ان لا نأتي شكرا مريم العقيل على هذه القرارات وكلام قوي صراحة لتقول ان اليوم لما تم اختبار المهندسين وكان في يعني ترتيب مع الاخوان في جمعية المهندسين تفي تقول تقول خمسة الاف مهندس رفض الاختبار هذا شنو يعني يعطيك هذا معنات ان في خمسة الاف مهندس شهدتي الله بالخير يعني تكلمون على غير الكويتيين وهذا الكلام اللي كنا نمشي ونقوله الان التنسيق مع جامعة الكويت بالنسبة حق القانونيين اللي يدامون في مكاتب المحامات مثلا او يدامون في بعض الوزارات الان التنسيق مع وزارة الصحة حق الاختبارات بالمهنة الطبية الان المعلمين اللي اهمه في القطاعات الخاصة والحكومية اللي في القطاعات الخاصة اعديدا اختباراتهم بالذات حق المعاقين شكده لطلعت شهادات مضروبة اليوم انا سؤالي اوجهه حق الاخوان اللي كانوا موجودين مسبقا قبل وجود معالي وزيرة الشؤون مريم العقيل قبل وجودها قبل اتيو مريم العقيل في وزارة الشؤون شنو كان دور المهندسين المهندس اللي صار عشر سنوات المهندس صار اثناش سنة واطلعت شاته مضروبة كم مشروع اشتغل فيه كم امر سوى فيه القانونيين اللي كانوا اشتغلون في بعض الوزارات الان بعد تحقيقه مع جامعة الكويت الصحة المعنى الصحية شم واحد اليوم نتكلم عليهم المعلمين اللي في المعاقين خاصة بتقول تحديدا في التعليم الخاص وتحديدا في تعليم من ذوي العاقة هذا اللي اليوم كان مفروض هاي القرارات اللي احنا محتاجينها هذا اللي يرفع الجودة هذا لما ييك باشر واحد يقولك انا مهندس نعم مهندس نعم انا مهندس ده الشيء اختبار في جمعية المهندسين وهذه شهادة تثبت باني انا مهندس واشتست اختبار باشر لا لا قدر الله صارت صارت مشكلة او شي جمعية المهندسين تحمل انتو اللي طلعتوا للشهادة وقلتو ان هذا نعم مهندس نعم شهادة مو مضروبة انتو اللي حطت الاختبارات باشر جامعة الكويت تتكلم عن القانونيين باشر الصحة تتكلم عن المهر الطبية باشر التربية تحدث هذين الناس بس احنا اذا بني قاعد شدي وقاعد نسمع وهذا والله تصريح حطير لقالته والله العظيم ان اليوم لما تيه وزيرة الشؤون وتقول خمسة الاف مهندس رفض الاختبار ليش رفض الاختبار مدارسين ولا شنو مو مهندس انا اليوم اكيد تقول لي والله صالح احنا رشحناك بسير مهندس تعال بنعطي اختبار اكيد ما راح اكيد راح نحاش هذا الوضع وانا حييش يا مريم العقين وشد على ايدش وقلش قوات شالله خطوة جميلة يعطيش الف عقية على جودة العمل اليوم وانا بعد اشكرش على التحويلات اللي حولتيهم الى النيابة وهذا التنظيف اللي احنا نبيه من سنوات وقوات شالله وهذا العمل اليوم وانا قلت لكم مثل ما في مضرة من كورونا في ايجابية من كورونا وانا قاعدنا نشوف هذه القرارات